بصراحة أرودنا ورقة عمان تتوسع سيد احرميكي 500 فرد عن إدارة السيرة بانتشارها في المملكة بالمملكة كاملة حصت عمان الأكبر أكيد أكيد حصت عمان أكبر لأن الحركة المرورية دائما في عمان هي الحركة الرئيسية ولكن يعني أنا بقول أنه بفترات المتأخرة موجودين ولكن مش بنفس اللي خنقول الكثافة اللي بكون موجودين خلال فترة الصباحية والمسائية لأنه الحركة بتخف فبالتالي استعدادا لليوم التالي احنا كمان نسحبهم لأنه لما حكينا لا نستطيع أن نضع في كل شارع وفي كل زاوية وكل منطقة يعني شرطة شوف سيدي مواطننا بيجي بقول لك نشاف كثافة نشاف كثافة بقول لك ليش هالقد وين قلت هذه الكثافة كونه بستأنس المواطن يستأنس بوجود رجل سير رجل أمن بغض النظر سير ولا أي إدارة أخرى فبستأنس مساء أو ليلا بأنها هاي هم قريبين موجودين فمشان هيك أنا سألت هذا السؤال للتوضيع بسيدي هم موجودين يعني لا نستطيع أن نقول أنه غير موجودين ودوريات الأمن العام من كل إدارات يعني لابد أنه بنشوفه أنا أريد أن أقول أنه الآن على الطريق الصحراوي مجرد وجود يعني من ستة لثمان دوريات على امتداده الناس تشكي بقول لك والله دوريات كثيرة في دوريات كثير صحيح نعم صحيح حركة يتم توزيع الدوريات يعني كله يتم بشكل مدروس بناء على الأحصائيات على الأرقام نسبة الحركة نسبة الحوادث وبالتالي نتعامل مع هذا الموضوع بشكل مدروس سؤالي للمواطنين وإخواننا الأعزاء أنه نحن مش بحاجة أنه دائما يكون هناك رقيب سير يعني طالما فيه رقيب داخل كل واحد فينا صحيح مش بحاجة أنه رقيب سير في بعض الدول يعني نادر ما نشوف فيها رقيب سير موجود بالشوارع اشتركوا في القناة